اخواني الاعزاء مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم قناة طيور فيديو نهار اليوم تحت عنوان عندك سمان لا يبيض اليك الحل في اربع خطوات قبل البدء صلوا على النبي وادعمونا باعجاب نستمر في نشر المزيد ان شاء الله نبدأ في عرض اهم الخطوات اولا علث طائر السمان فيجب على المربي تقديم علف دو جودة ونوعية رائعة من اجل وضع البيض فيجب ان يكون العلف مكون من الذرة او الشعير او القمح كتركيبة اساسية وبكل اختصار تقديم العلف الذي يقدم الى الدجاج البيض ثانيا الاضاءة ليلا فالاضاءة ليلا تزيد من ساعات الاكل بالنسبة للطائر فجميع الطيور البيضة تحتاج الى 16 ساعة اكل وشرب من اجل تكوين قشرة البيض او البيضة بصفة نهائية لذلك يجب علينا ترك الاضاءة ليلا من اجل مساعدة طائر السمان في تشكيل قشرة البيض ثالثا الرمل او التربة النقية الصافية فكما انتم تشاهدون هنا طائر السمان يقوم باكل القليل من التربة او الرمل الصافي فهذا يساعده على الهضم كذلك يساعده او يمده بالكالسيوم الكالسيوم يساعد في تكوين قشرة البيضة كذلك طائر السمان يقوم باخذ حمام عن طريق هذه الرمل الصافية للقضاء على الفطريات المتواجدة فوق جلده لذلك انصح جميع المربيين حتى الذين يقومون بتربية طائر السمان في الاقفاص ان يقدم لها الرمل الصافي في ايناء رابعا واخيرا واهم شيء هو النظافة لان النظافة هي اساس نجاح اي مشروع اذا كنت تريد تربية السمان او اي نوع من الطيور سواء كانت بيوضة او من اجل الزينة فعليتها بالنظافة لان النظافة تقي الطيور من الامراض وسلامة القطيع يعني نجاح المشروع فاذا تركنا المكان متسخا كثيرا يعني هذا مرض للطيور وبهذا تنقطع عن انتاج البيض اتمنى ان تكونوا استفدتم من الفيديو ولا بقليل اراكم في فيديوهات اللاحقة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته